موسيقى موسيقى يعني أنا رحت على عدة مناطق منهدمة ومدمرة طبعا مثل رحنا على حمص وعلى حلب طبعا كان الظروف والوضع صعب جدا في حلب لكن اللي شفته في منطقة الرقة يعني إذا كان فيه هناك شر أنا بعتقد في منطقة الرقة يمكن كانت المعقل ل القوة الشيطانية اللي كانت بتلعب دور كبير مثل ما ذكرتي أنا مشيت أخدوني في شوارع جانبية بتشوفي الأسلحة بتشوفي الجثث أنا عندما نقول جثث يعني مئات من الجثث لمعفنة الرائحة وبصراحة يمكن لسبع تيام ريحة الموت كريهة جدا كانت في منخير الصعب حتى نطلعها حتى لما كنت براجع الصور كان الشخص المونتير عم بوارجيني بعض الجثث قلتوا لا ما تحطش الجثة بس رجعت تذكرت الريحة وكانت كأنه في منخيري المنظر صعب مثل ما أنتو شايفين دمار كامل وطبعا في كل هاي المناطق في ألغام حية صوفيستيكيتد عارف بشكل معقد اللي حاطين هذه الألغام جماعة خابرين لأنه عاملينها عن طريق الليزر عن طريق السنسر أنه حتى إذا الواحد اقترب ممكن ينفجر في عبوة أو لغم لكن فعلا بحب أكرر رغم كل هذا الدمار احنا شفنا كمان يد الرب أنه أقوى من الشر وأن الله بحول الشر إلى خير